تشهد الأسواق والمراكز التجارية لبيع المواد الغذائية في مملكة البحرين حركة تجارية وتسويقية مكثفة وخاصة بالتزام مع الإعلان عن الخميس اليوم أول أيام أشهر الفضيل وتتنافس الأسواق والمراكز التجارية بالبحرين في عروضها التسويقية التي كثفتها خلال شهر شعبان لجذب المتسوقين ووفرت البضائع والسلع والمستلزمات الرمضانية في أسواق الخضار واللحوم والفواكه بكميات كافية للمستهلكين وأكد تجار على وفرة كميات السلع الغذائية في المخازن لفترات تزيد على ثلاثة أشهر وبأسعار مستقرة بالإضافة إلى قيام العديد من المحالة التجارية بإجراء حملات ترويجية متعددة ومستمرة حتى نهاية الشهر الفضل وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والسياحة قد أعلنت عن استكمال حملاتها التفتيشية وبرامجها التوعوية في إطار متابعتها لاستعدادات الأسواق لشهر رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر